اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بالطبعة الثالثة للعاب الافريقية لشباب لاحتضنتها الجزائر واختتمت نهار السبتليفات بالاضافة الى كثير من الاخبار الرياضية بخصوص المنتخب الوطني وقضية الناخب الوطني الجديد واخبار اللاعبين المحترفين رح نعطوكم فقط ملخص لأهم وش رح تشوفوا اليوم كما قلنا الالعاب الافريقية ثم ندخلوا الاخبار مباشرة الاخبار الوطنية بعض الاخبار الوطنية والاخبار الرياضية العالمية ورح نختم بالموضوع اللي هم موضوعين اليوم رح ننقش فيهم مع ضيف الحصة اللي رح يلتحق بنا بعد قليل هي قضية الناخب الوطني الجديد اللي ما بانش تدرك ما بان عليه حتى خبر والملف الثاني هو ملف اللاعبين المحترفين الجزائريين وعليش منشوفوهمش في اندية كبيرة علش دايما يلعبوا في اندية اندية الصف الثاني ولا الثالث منشوفوهمش في اندية كبيرة على غيرال باشرونة وريال مادريد او حتى جوفينتيس او تشلسي او الى ما ذلك رح ننقشوا الموضوعين مع الضيف نسعد بمرافقتكم لينا عبر الصفحة الرسمية للفيسبوك راديو شمس افام الجيري رح نكون سعادة كثير بمتابعتكم لينا عن طريق التعليق والتفاعل والتفاعل علقوا وتفاعلوا ونحن رانا ما ننجحوش بلا بكم ايضا تقدروا تتابعونا على صفحتنا على اليوتيوب وعلى موقعنا الالكتروني راديو شمس بوان ديزاد اعود اليكم مشاهدين ومستمعين وين ما كنتوا داخل البلاد وخارجها ومن انساوش نحيو الجالية الجزائرية في المهجر الجزائريين وين ما كانوا في كامل اسقاع العالم نحيوهم وعلى فكرة هما يتبعوا فينا في الصفحة الرسمية للراديو وهما مستمعين اوفياء كما انتوما اللي تعيشوا هنا داخل زاير ومن انسوش ايضا اشقاءنا العرب وين ما كانوا في الجارة تونس او المغرب فلسطين في كل الدول العربية ايذن ندخل مباشرة مشاهدين في ريبريك الاول اللي هي الاخبار اخبار متفرقة نبدو بالحدث اللي حدث لحتضناتو جزائر طيلة اسبوعين من الزمن واسدل السيطار طيعه نهار السبت ليفات هو الالعاب الافريقية لشباب اللي انتهت كما قلت نهار السبت ليفات نتائج مثل ما كان متوقع سيطرة مصرية تامة في الميضاليات الجزائر احتلت المرتبة الثانية مصر احتلت مرتبة الاولى كما قلت ب168 ميضالية منها 89 ميضالية ذهبية 51 ميضالية في الضية و28 ميضالية برونزية الجزائر منظم هذه الطبعة الثالثة احتلت المرتبة الثانية ب164 ميضالية في المجموع 49 ميضالية ذهبية 52 ميضالية في الضية و63 ميضالية برونزية الجزائر تونس احتلت المرتبة الثالثة ب98 ميضالية في المجموع ب25 ميضالية ذهبية و37 ميضالية في الضية و36 ميضالية برونزية الالعاب هذه اكيد هي مؤهلة للالعاب الاولمبية لشباب اللي راح تحتضنها الارجنتين العام الجاي ان شاء الله اكيد ان الدورة هذه كما كانت فيها ايجابيات كانت فيها سلبيات كثيرة اولها سوء التنظيم للأسف يعني سوء التنظيم مرافق هذه الدورة منذ البداية بداية بالاقامة وبالايواء يعني كثير من الوفود كانت اشتكت يعني من ظروف الاقامة سيئة والكثير من السقطات اللي لازم نتعلموا منها بصراحة باش نقدروا نظموا احداث اكبر في المستقبل يعني عيب كبير لما يعني يكون لاعب متوج يطلع للمنصة باش يستلم الميضالية الذهبية تاعه يغلطوا في النشيد الوطني تاع بلادو نعم هذه صرت لأحد المتوجين تونسى طلع للمنصة باش يستلم ميضالية ذهبية وداروا نشيد وطني اخر غير نشيد الوطني تونسي يعني نتأسفوا نحن كثير لهذه الاحداث وكنا حكينا في العداد الفارطة قبل الانطلاقة تاع هذه الالعاب وقلنا باليكاين نقائص وسلبيات ان شاء الله نجاوزه لكن للأسف تمت هذه الدورة في بالكثير منها سلبيات يعني سلبيات اكثر من الاجابيات يعني رغم تطمينات الوزارة ورغم تطمينات اللجنة الاولمبية نقولوا ان شاء الله تكون هذه اللولة وهذه الأخرى وباش تقدر تزير تنظم أحداث أكبر نروحوا نقرأوا شوية تعليقات كما قلت تقدروا تواصلوا معنا عن طريق الصفحة الرسمية للراديو شمس أفم ألجيري بالتعليقات وبالتفاعل بارتاجوا بارتاج ماكس دو بارتاج إن يستى رجاوي مبروك للوفاق هذا أكيد من مغرب مشجع للرجاء البيضاوي هو يحي وفاق سطيف وفاق سطيف اللي فاز منذ قليل على نادي العين الإماراتي في إطار جولة الأولى من الكأس العربية فاز بهدفين مقابل هدف رح نرجع إن شاء الله للمباراة سيهم إيلين تحية لك سيهم إيلين مستمعة وفية للبرنامج فيصل بوخالفة تحية لك فرح حميطوش بونجور نقولولك بونجور فرح شكون معنا عمر آسدين تحية لك عمر نجم مرحبا بك نجم الدين سلام عليكم من معنا هذا منشط جديد أنا حميد خميسي نعرفك بنفسي أنا منشط برنامج تاعتين سبور اللي يجيكم كل يوم ثلاث على راديو شمس أفام من سبعة للتسعة الله يبارك بسم الله ما شاء الله يونس بن محمد تحية لك يونس تحية لعيشة دي زاد محمد هدف تحياتي عبد الحميد دمت متألق شكرا إبراهيم علوان ياسين ياسين ما شاء الله فريد سويدي من تونس تحية لك صديقي فريد بابيش كينغ سيهام شيطانة واش مكانش لرابير لرابير إن شاء الله لرابير إن شاء الله تشوفيهم مع حسب فريستايل دي زاد مع الزميل نبيل لاستار محمد جعيط مرحبا مرحبا بك محمد إذن كما قلت مشاهدينا تواصلوا معنا وتفاعلوا معنا بلا بيكم رانا مننجحوش وهذه الحصة موجهة لكم منتوما بالدرجة الأولى نمر أيضا إلى أخبار أخرى طبعا الحدث هذه الأيام هو المدرب الوطني الجديد لمازال ما بان عليه حتى أخبار رئيس الاتحادية الجزائرية خيردين زدشي يقول أنه في مفاوضات متقدمة مع مدرب مازال ما كشفش على اسمه صحافة الجزائرية وبعض الصحافة الأوروبية وخاصة الهولندية ربطت ربطت المدرب الهولندي فان مارفيك بالمنتخب الوطني ولكنه اليوم رسميا استلم مهامه كمساعد مدرب بي اس في ايندوفن الهولندي مساعد للعب الدولي الهولندي سابق مارك فان بومال ويعني رسميا ما رحش يكون خليفة ربح ماجر مثل ما أشيع في صحافة بعض وسائل أعلام الجزائرية وسائل أعلام الأوروبية فان مارفيك يعرف أكيد الجمهور رياضي الجزائري خطر هو المدرب السابق لمنتخب الهولندي وللحق معه الدور النهائي في مونديال 2010 لا تشفاه أكيد أنتم تشفاه الجمهور الجزائري جمهور الجزائري متابعة جيد لكرة القدم أيضا فان مارفيك مدرب استطاع أنه أهل سعودية للمونديال وماكملش معهم بعد استيقالته وما تفهمش مع الاتحاد سعودي لكرة القدم إذن نجدد نقول رسميا فان مارفيك ما رحش يكون خليفة ربح ماجر فان مارفيك اليوم سلمها موك كمساعد مدرب اللي نادي بيزي اندوفن الهولندي وزير الشباب والرياضة أيضا كانت عنده ديكلاراسيون اليوم بخصوص الناخب الوطني الجديد واللي زاد شوية ضغط على رئيس الفاف خير دين زد شي وقال باللي لازم يسرعوا شوية في انتداب المدرب وقال أيضا أنه لازم يكون مدرب يكون وفق تطلعات الجمهور الجزائري الجمهور الجزائري ونحن ماذا بينا بينسير ونورمال مو لحسب لديكلاراسيون بتاع رئيس الفاف اسمنا هذه رح يكشف السيطار رسميا على الناخب الوطني الجديد يدرى شكون هو اسكو رح يكون اسم عالمي كما قالوا اسكو رح نشوكه مرة أخرى باسم مدرب يكون عادي خبار آخر يتعلق بإصابة رياض محرز رياض محرز اللي التحق مؤخرا بمانشستر سيتي الانجليزي كان تبليسا في اللقاء الأخير أمام ليفربول أمام باير مونيخ عفوا في إطار تحضيرات النادي تاعو جديد في الولايات المتحدة الأمريكية كان تبليسا إصابة لكن اليوم الموقع الرسمي لنادي السماوي الانجليزي مانشستر سيتي أكدوا باللي رأي الإصابة تاع رياض إصابة خفيفة ما كانش ما كانش الخطر ورح يحضر عادي رح يلعب بصورة عادية إن شاء الله اللقاء نهائي الدرع الخيرية أمام تشيلسي في نهار لحد جاي كما تعرفوا مانشستر محرز أو رياض محرز أخيرا كان التحق ب كان أول لعب انتتبته الإدارة تاع مانشستر سيتي للموسم هذا الجاي 2018 2019 بعد ما خضع سير يعني مع ليستر سيتي اللي ما حبش اللي كان كما يقولوا كان حاول أنه يعثر مفاوضات أكثر من مرة ولكن في الأخير رياض محرز رو في مانشستر إن شاء الله نشوفه نشوفه العام الذي راح يدير في نادي كبير أخيرا رياض التحق بفريق كبير يرقى لمستوى طموحاته طموحات الجمهور الجزائري اللي ديما يحب اللاعبين تواعي يكونوا يلعبوا في أنديا كبيرة وعلى هذا وعلى هذا الأساس نحن حابين اليوم نحكو في الموضوع إن شاء الله رح نقشوه مع الضيف رح يلتحق بنا إن شاء الله بعد قليل موضوع لاعبين جزائريين وكلاء اللاعبين علاش ما نشوفوش لاعب جزائري في نادي كبير علاش ديما لاعبين كما إبراهيم يبقى في بورتو ولا في كما بودبوز يبقى في ريال بيتيس ما يطلعش يعني ما يلعبش مع نادي كبير من المستوى العالي كما منشستر يونايتد كما تشيلسي كما جوفنتيس كما باير ميونيخ وعلى شأسكو المشكل في اللاعب الجزائري هذك هو المستوى ولا المشكل في وكلاء اللاعبين الجزائريين ما عندهمش وكلاء يعني كبار وصحاح وإلا المشكل يعني في الجنسية تاللاعب هذه الأمور كامل رح نقشوها إن شاء الله مع الضيف ورح نقشوها معاكم بينصير الأشلالة كي تقدروا تتصلوا بنا معليكم غير تخلوا رقم الهاتف تاعكم في البري في ورح تلقوا إن شاء الله ردوان رد فيام المخرج تاعنا يستقبل الاتصالات تاعكم ويحولها نرحبوا كثير بمدخلاتكم نرحبوا بالأسئلة تاعكم سوالية ولا للضيف نرحبوا بانتقاداتكم بينصير نحنا ماذا بينا نرقلوها ولا نبدلوها برك نعود نذكركم أنه برنامج ساعتين مونديال يأتي في إطار الشبكة البرامجية جديدة تاع راديو شمس أفام الشبكة هذه اللي دعمت بالكثير من البرامج أكثر من 15 برنامج إن شاء الله رح تشوكوهم معنا في راديو شمس برامج اجتماعية برامج ثقافية برامج ترفيهية وأيضا الأخبار منسوش الأخبار برامج اجتماعية كما لما نحكي مع الزميلة نسرين سمايل مشرفة على راديو شمس أفام لنحيها بالمناسبة برامج ترفيهية كما فريستايل ديزاد مع الزميل نبيل لاستار والأخبار دايما مع أمينة يونسي وحصة خد مراسك الحصة ترفيهية أيضا مع الزميلة كريمة صدوقي نمر إذن مشاهدين للخبر الآخر اللي يتعلق بالإصابة الخطيرة اللي تلقاها اللاعب المحتلف سوفيان بن يمينة سوفيان بن يمينة ما هوش معروف كثير في الوسطة الرياضي الجزائري بسك ما لعبش مع ليكيب ناشيونال ولا نعرفوكم به فقط هو الشقيق الأصغر لكريم بن يمينة كريم بن يمينة اللي اللاعب مبارتين أو ثلاث قلت سوفيان بن يمينة هو لاعب نادي بوغون البولندي هو لاعب جزائري ألماني تعرف في نادي تشتوتغارد الألماني كان تبليس البرح إصابة خطيرة كسر ثلاثي على مستوى الجمجمة أدى إلى إصابته يعني كما يقول العين لا دروات ما هوش يشوف بها لحد الآن رهو يتوجد في المستشفى الأطباء أكدوا أن الإصابة مازلت مستقرة إن شاء الله نقول أنه سوفيان بن يمينة يرجع للملاعب وتكون الإصابة تاعه مهيش خطيرة كما مهيش خطيرة وما تأثرش على مستقبله الرياضي خاصته هو جوار يعني لعب صغير مازل صغير مازل أمامه مستقبل كبير إذن بإمكانكم مشاهدين متابعتنا على صفحة رسمية لراديو الشمس أفام ألجيري بالتفاعل مع لكم غير تعلقوا معنا وكثرو من اللي جام واللي بارتاج لبيكم أرانا ما ننجحوش والبرنامج هذا موجه لكم اللي عنده أي استفسار ولا أي سؤال ولا أي شيء يقدر يتصل بنا سواء بالتليفون ولا يتواصل معنا عبر الصفحة الرسمية للفيسبوك نروح ونقرؤ شوية تعليقات بونجور فرح حميدوش فرح تحياتنا لك أهلا وسهلا صديقي حميد فريد تحياتك يا فريد جواد علالي سلام أنا صحفي أهلا بك زميل الصحفي من المغرب تحياتك وتحياتك وتحية لكل متابعين من المملكة المغربية الشقيقة إنيستا رجاوي هذا أيضا باين باليروم المروك في رأيي يجب على الاتحاد جزائري تعاقد مع حليلوزيتش وحيدة حليلوزيتش يا إنيستا يا رجاوي ابتعد كثيرا على المنتخب الوطني خالد زوبيري زمينا هنا في المجمع أخوي حميد ربي يحفظك تحياتنا لك خالد تليلي محمد محل جوكم هذا كلام تاويح تونسي أكيد تحياتنا لك تليلي محمد وكل إخوتنا ومتابعين في الجارة تونس كما قلت لكم جمهورنا الرياضي وفاق سطيف كان خاض أول مباراة في إطار تصفيات الأدوار الإقصائية من الكأس العربية في النسخة تحها جديدا اللي انطلقت العام هذا كان لعب مباراة قبل قليل مع نادي العين الإماراتي وربح بهدفين مقابل الهدف نجم الفاريق الأول بدون منازع عبد المومن جابو كان مسجل الهدفين العين الإماراتي كان افتتح النتيجة في دقيقة 41 عن طريق اللعب دياكي عبد المومن جابو وسجل الهدف التعادل في دقيقة 41 من الشوط الأول وسجل هدف فوز في دقيقة 83 80 إذن هذا نذكر فقط أن وفاق سطيف لعب هذه المباراة في زغرب العاصمة الكرواتية بسكو نادي العين الإماراتي كان متوجد هناك يعني في تربص تحضيري وفاق سطيف التحق بزغرب الكرواتية من أجل قامة هذا اللقاء الحقيقة وفاق سطيف مع المدرب المغربي رشيد الطاوسي يقدم في نتائج جيدة يعني كان فاز في كأس رابطة أبطال إفريقيا قبل أسبوعين هنا في سطيف بهدفين مقابل هدف أمام دفاع الحسن الجديد وعاد بتعادل ثمين من المغرب وأكد اليوم الصح وتع وفاق سطيف وفاز بهدفين مقابل هدف نذكر فقط أن هذه الدورة تشارك فيها أيضا اتحاد العاصمة ما تنساوش كما قلت تفعلوا معنا عبدو تحياتنا لك عبدو كانش جديد على شباب قسنطينا إن شاء الله نوفوكم بجديد بعد قليل برنامج في المستوى تحياتي شكرا لك شيخ سطورة تحياتنا لك شيخ سطورة ما مدى صحة الأخبار التي تتتاول في مواقع التواصل الاجتماعي حول نقل كأس إفريقيا 2019 من الكاميرون إلى المغرب كاين خطر الكاميرون متأخرة شوية في تحضير لهذا الحدث القاري والكاف هدت أكثر مرة بسحب تنظيم من الكاميرون متمنى نكون معكم مرحبا بك جواد علالي مرحبا بك تقدر تخلي رقم الهاتف تاعك ونحن نتصل بك مبروك تحياتنا لك مبروك عبد المجيد الناصري سلام وعليكم سلام ورحمة الله كما قلت لكم اللي عنده أي استفسار ولا أي شي يقدر يتصل يتصل بنا سلام وعليكم سلام ورحمة الله هواري دبزة تحياتنا لك هواري و لحقناش مزال ما لحقناش للدبزة هواري عفوا هواري اسمحي لنا محمد جعيط مرحبا مرحبا بك محمد فريد السويدي مرحبا بك صديقنا فريد من تونس راكم نور الزين شكرا عبدو تحياتنا لك بابيش كينغ نفس رزنامة العام اللي فات بدنا مع الملاحة ان شاء الله هذا العام الحفظ للقب ان شاء الله بابيش ان شاء الله نشوفوا مستوى كبير وان شاء الله تتحسن البطولة المحترفة بتاعنا اذن من الأخبار الوطنية نعطوكم شوية أخبار عالمية البداية بدون كريستيانو رونالدو اللي انتقل كما على بالكم باللي يروا في جوفنتيس التحق اليوم بتدريبات مع جوفنتيس الإيطالي التحق مع كل من إيقوايين أخوان كوادرادو دوغلاس كوستا بين تانكور وهذوما كما تعرفوا بلي اللاعبين اللي لعبوا المونديال يعطوهم عطلة أكبر من اللاعبين الأخرين اللاعبين هذوما لتحقوا اليوم برك بتدريبات جوفنتيس الإيطالي كريستيانو بان اليوم مع جوفنتيس كما تعرفوا بلي كريستيانو رونالدو التقل من ريال مادريد الجوفنتيس بمية وخمسة مليون أورو في عقد يمتد لربع سنوات يعني عدد رقم كبير لعب كبير وكبير في السن أيضا 33 سنة مازال كريستيانو رونالدو يصنع الحدث وأيضا كيف كيف اليوم ميسي الغريم تاعه السابق الآن ما نشرح نشوفه ديربي ما بين كريستيانو وما بين ميسي إلا إذا رح ميسي الإيطاليا كين بعض الأخبار ربطاته بالنادي أنتر ميلانو ولكن ومستبع جدا أنه يرحل على بارشالونا ليونال ميسي أيضا التحق اليوم برك بتدريبات فريق بارشالونا الإسباني أجر اليوم الفحص الروتيني مع كل من بيكي ألبا بوسكيتسك حتى هذو كانوا في المونديال كما قلنا لكم مقبيلة باللي اللعبين اللي لعبوا المونديال يعطوهم عطلة أكبر وخسارة كبيرة اللاليقة الإسبانية وفي نفس الوقت إضافة كبيرة للكالشيو الإيطالي رح نشوف الكالشيو الإيطالي أكيد رح لكل سيهام رح تصوب الكالشيو الإيطالي هذه المرة بوسكو كريستيانو رونالدو يلعب في الكالشيو أكيد كما قلت ما ناشرح نشوف لقاء ما بين كريستيانو وميسي ولكن ممكن نشوف لقاءات بين الفريقين في حال ما إذا تلاقوا في كأس رابطة أبطال أوروبا وأكيد رح يكون منافسة أكيد رح أو لا رح تتواصل المنافسة بين اللعبين الاثنين نروحوا لخبر من دولة عربية عماد متعب عماد متعب أكيد يعرفه جمهور رياضي الجزائري وعرفوه مع المنتخب المصري والنادي الأهلي المصري عماد متعب أعلن اليوم اعتزاله رسميا كرة القدم عماد متعب كما قلت هو لاعب دولي كبير هداف كبير في المنتخب المصري والنادي الأهلي نادي القرن المصري أعلن اعتزاله رسميا اللعب عماد متعب يبلغ من العمر 35 سنة عنده يعني ألقاب كثيرة 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 لا ما نحكو الألقاب مع فريقه الأهلي المصري ولا بعض الأندي الخليجية عنده عنده ثلاث ألقاب بتوج ثلاث مرات كما قلت بكأس أمم إفريقيا مع المنتخب مصر عام 2006 2008 2010 عدد كبير من مباريات الدولية 70 مبارات سجل فيها 75 عفوا 70 مبارات دولية وعنده 75 هدف مع الأهلي المصري معروف عمد متعب بالأهداف القاتلة هو صاحب الأهداف القاتلة يعني ديمي ماركي البيوت في الدقيقة الأخيرة وكان تشفو في ماتش زيرو مصر ماتش الجولة الأخيرة من تصفية كاس العالم اللي اخسرنا فهب هدفين مقابل سفر في استطاد القاهرة كان سجل هدف الفوز المنتخب المصري في الدقيقة الأخيرة أيضا العام قبل الفات سجل هدف في دقيقة الأخيرة في كأس الكاف وسمح النادي الأهلي بالتتويج بهذه الكأس إذن ما تنساوش تابعونا في الصفحة الرسمية للفيسبوك صهايب مونسي موفق إن شاء الله شكرا لك صهايب عبد الملك نبيل تحياتنا لك نبيل فريد من تونس جماعة تردي في سلم عليك ونحن كامل نسلم عليهم على كل متابعينا من تونس الشقيقة إذن كما قلت مشاهدين بإمكانكم أنكم اتبعونا عبر صفحة الرسمية للفيسبوك راديو شمس أفام ألجيري وتقدروا تتصلوا بنا في أي وقت نحن نرحبوا بكم وباتصالاتكم بمداخلاتكم بتعليقاتكم بانتقاداتكم وبكل شيء معليكم غير تخلوا رقم لها تفتعكم في البريفي صفحة رسمية ونحن نتصلوا بكم وأيضاً تقدروا تتبعونا على صفحتنا على اليوتيوب وعلى موقعنا الرسمي للراديو راديو شمس بوان دي زاد برنامج الجزائري صعيب باش ينتقل من فريق الفريق ولاش بقوا ديما في الأندية تاع المستوى الثاني ولا المستوى الثالث سواء في فرنسا ولا في إسبانيا ولا في إنجليترا مثلاً لعب مثلاً لعب رياض بودبوز يلعب في ريال بيتي سمالغري عنده إمكانيات تسمح له أن يلعب مثلاً في أطلتيكو مادريد لعب كما مثلاً ياسين براهيمي عنده إمكانيات تسمح له يلعب في أي فريق ولكنه بقى في بورتو ما تحركش الأسباب علاش أسكوا المشكل فيهم وما هذاك هو المستوى وإلا المشكل في وكلاء اللاعبين وإلا المشكل في جنسية اللاعبين والكثير يعني من التحليلات والنقاشات إن شاء الله رح نتبعوها بعد قليل برنامج ساتين سبور كما قلت يأتيكم في إطار الشبكة البرامجية جديدة لراديو شمس أفام هو برنامج رياضي وكاين برامج أخرى برامج اجتماعية برامج طرفهية برامج ثقافية وإخبارية برنامج فريستايل ديزاد اللي يرحب بكل المواهب في هذا الضوق لهذا الفن وبكل الفنانين مع زميل نبيل للاستار برنامج خدم راسك اللي فيه الكثير من الأسئلة الطرفهية أسئلة تثقيفية فيهم حاجيات كما يقولوا مع زميلة كريمة صدوقي كين برنامج لمن نحكي برنامج اجتماعي مع زميلة نسرين سماي برفقة الزميلة زهيدة ثابت برنامج ساعتين سبور مازال متواصل معاكم نذكركم فقط ببعض مباريات مباريات اللي لا كين مباريات في القمة ما شكيتش لا تقدر تتبعها ولا لا بس كمباريات هذه تجري في الولايات المتحدة الأمريكية وكم تعرفوا ديكالاج تاعة الوقت كين ثلاث مباريات في إطار الكأس الدولية للأبطال مانشستر يونايتد الإنجليزي ريال مادريد قمة واعدة ولكنها راح تلعب الماتش راح يبدأ الوحدة تاليل على البديش لا تقدر تتبعهم ولا لا توتنام أوتس بيرز الإنجليزي يلقي ميلان الإيطالية للوحدة ونص دايما في إطار تحذيرات هذه الأندية لمختلف البطولات الأوروبية وأيضا في إطار كأس الأبطال الودية كين أيضا برشلونة وروما قمة كبيرة وكيما شفت روما الفريق اللي قصى اللي قصى برشلونة اللي عامل فات من شامبيونز ليجم راح يتلاقوا الليلة على 3 3 3 3 3 3 3 اللي حب برشلونة صح لازم يشوف الماتش وطبعا الجمهور الجزائري مولع بالرياضة سيرتوا الرياضة العالمية أكيد راح نلقوا نسبة كبيرة من الجزائريين راح يصهروا ويشوفوا اللي طروا الماتش هذوما أنا لنفسي منقدرش للأسف راح نرقد راح نشوف ملخصات بركة من هذه المباريات غدو إن شاء الله برنامجنا مازال متواصل ندعوكم إنكم تتفعلوا معنا راكم راقدين شوية محسن مرحبا بك محسن خالد دحماني مرحبا بك خالد نقولولك عودة ميمونة وليد عطي صالح تحية لك عمي صالح حسام تحية لك حسام خوية حميد ربي يحفظك شكرا لك خالد عودة لك